نتبق على نقطتين أساسيتين النقطة الأولى بأن أي ضربة عسكرية سوف توجه من قبل إسرائيل إلى إيران سوف تستثني جانبين أساسيين أولا المشروع النووي وثانيا مسألة الطاقة أو الهجوم على مشاهات الطاقة الإيرانية. طبعا فيما يتعلق المشروع النووي أولا هذه الإمكانية صعبة لأن المشروع النووي والمشاهات النووية ليست موجودة في مكان واحد. هي موجودة في مناطق صعبة الوصول وحتى قررت إسرائيل أن تنضي في هذا الاتجاه فأنها بحاجة إلى التقنية الأمريكية المقادرة وحدها على الوصول إلى المشاهات النووية الموجودة في بطون الجبال والموجودة تحت الأرض وبالتالي هي بحاجة إلى تقنية أمريكية وهذا بحاجة إلى موافقة الولايات المتحدة الأمريكية وباعتقد أنها لن توافق المسألة الثانية ضرب الطاقة تدرك إسرائيل بأن ذلك سوف تكون له تكاليف الباهظة أولا على سوق الطاقة كما أشر على المستوى الدولي سوف يضرب بمصالح الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية ولا أحد يدرك ما هو الرد الإيراني هناك بعض المعلومات التي تشير أن إيران بالفعل هددت بإغلاق مضيق ماب هرمز على سبيل المثال وبالتالي باعتقادي أن هذين الخيارين يبدوان صعبين للغاية ربما يتم استهداف نشاءات الطاقة ولكن لا تؤثر عمليا على إنتاج إيران يبقى أن يكون الاستهداف هو استهداف عسكري وباعتقادي بأن ذلك سوف يبقى تحت سقف ما تسمح به الولايات المتحدة الأمريكية وتحت سقف ما لن يؤدي إلى الدخول في أزمة ربما لا يمكن السيطرة عليها طبعا تبقى هناك معضلة أساسية وخشية حقيقية من قبل إسرائيل وحتى من قبل ولايات المتحدة الأمريكية أن تنجح الضربة الإسرائيلية أكثر مما ينبغي بمعنى أنها تلحق خسائر فادحة وتجبر الجانب الإيراني مرة أخرى على الرد ولا تدخل في تلك الحرارة المصرغة من الرد والرد المضاد طبعا كل الإحتمالات والدة يمكنك أن تبدأ الحرب لكن ليس من الضرورة أن تبقى دائما تحت السيطرة وبالتالي باعتقادي أن هناك قلق كبير لكن في نهاية المطاف باعتقادي أن التنسيق الأمريكي الإسرائيلي ضروري في هذا الإطار كما تراه واشنطن على الأقل حتى لا تنفلت الأمور من عقالها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر